السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة كل يوم موقع جديد والنهاردة مع موقع upscale.org هو بيستخدم في عمل upscale للإمجز أو أن أنا أحسم جودة الصورة معظم المواقع اللي بتقدم هذه الخدمة يبيكون فيها خدمة مجانية يأما بيكون فيها ووترمارك أو أن هي بيكون الخدمة المجانية دي برضو محدودة وبعد كده بننتقل الخدمة المدفوعة النهاردة بقى أنا جيالك بتطبيق مجاني تماما يعني كل اللي عليك أن أنت حتروح تنزله عندك على الدسكتوب بتاعك على جهازك وتفتحه من الدسكتوب ومن غير إنترنت تقدر أنك أنت تستغرمه بيعمل إيه التطبيق ده؟ بيعمل upscale للصورة وحنشوف القدرات بتاعته عاملة إزاي لما ننزله عندنا على الجهاز الأول أنت حتروح لموقع upscale بتبتدي أن أنت تدوس على الدسكتوب بكده علشان نبص كده على الأبليكيشن اللي إحنا هننزله قبل ما ننزله أول حاجة no internet required في 5 modes fully customizable تقدر تعمل customization free and open source تعالوا كده نبصوا عليه بدل ما نتكلم في النقطة كتير تعالوا كده نبصوا عليه بشكل direct أول حاجة أنت بتروح تنزله عندك على الجهاز بتاعك وعشان تنزله عندك أو تعمل download بتبتدي أن أنت تدوس download هنا حتدوس على Linux لو أنت بتستخدم operating system نظام التشغيل بتاعك Linux أو Mac لو بتستخدم Mac أو Windows لو بتستخدم Windows والcloud لسه coming soon والcloud بقى مستو أن أنت مش محتاج أن أنت تنزله عندك على الجهاز ومهما كان إمكانيات الجهاز خلاص أنت مش محتاج أنك أنت تستخدم hardware بتاعك أنت هتشتغل على الcloud وده زي ما هو كاتب كده coming soon طب النهاردة بقى البرنامج اللي بكلمك عنه ده هيكون بس مرهون بحاجة بسيطة لازم أن أنا أذكرها وأقولها علشان ما تنزلش البرنامج وبعد كده تلاقيه ما بيرسلوش running على النظام التشغيل بتاعك وتقول لي لا ما بيشتغلش عندي لازم الأول تروح تتأكد من الخطوة اللي أنا هقول لك عليها دلوقتي قبل ما تعمل download للجهاز طول بتروح لل task manager ومن task manager بتبتدي أن أنت تروح للperformance الخاص بالجهاز بتاعك الأداء وهنا تتأكد أن أنت عندك الجي بيو بتاعتك الانتجريدي تكون نيفيديا أو تكون AMD هو بس intel مش هينفع أن هو يرن عندك على الجهاز أو هتواجه مشكلة في الموضوع ده وده على حسب الموقع نفسه هو اللي بيقول مش أنا اللي بقول هو الموقع اللي بيقول لازم الجي بيو تكون لها موصفات محددة هنبتدي يعني كده بقى خلاص استوفينا الشروط هنبتدي أن احنا ننزله أنا جهازي ويندوز هبتدي أن أنا أنزله عندي على الجهاز بيكون ملف .exe ببتدي أعمل install عادي جدا على الجهاز زي أي برنامج الاكستنشن بتاعته أو ملف .exe ده شكل البرنامج بتاعي اللي حجمه حوالي 277 ميجا بايت حجمه صغير جدا ممكن تنزله عندك يعني حتى لو كانت المساحة اللي موجودة مش كبيرة واستخدامه سهل جدا جدا وهتشوف مع بعض الموضوع ده دلوقتي زي ما اتفقنا open source for free استخدمه بشكل مجاني الجودة بتاعته نتيجة عالية أنا جربته نتيجة بتاعته عالية جدا ممكن يكون بس بياخد وقت شوية في عملية الup scaling لكن الاوتبوت بتاعه بيكون ممتاز جدا أول ما هتخش كده هتبص تلاقي هنا up scaling وفي setting والsetting لو بصينا عليها ده الsetting الخاص بالبرنامج نفسه فهنا الup scale theme ممكن تختار dark theme ممكن تختار light theme ممكن تختار أي بقى theme من دول انا بحب دايما ان انا استخدم الup scheme وهنا عندك save image as a عايزها gpg ولا bng هنا بيقولك don't post process image هنا ما تفعلهاش هنا الimage scale عندك ممكن تثبتها مثلا الsetting هنا انا اخر حاجة 4x ممكن 2x 3x 4x خليها كده مثلا say 3x هنا وممكن اخليها 4x زي ما انا عايزة طبعا 4x ده بياخد وقت اكبر هنا الimage compression لو انت عايز يعني الimage بتاعتك يعمل لها compression يضغطها وانا مش عايزة الموضوع ده مش عايزة اعملي compression وهي لسه مرحلة experimental في مرحلة الاختبار وهنا save output folder هنا بتسيف بشكل دائم على مكان معين انت اللي بتحاول الoutput folder حواليك ازاي تحدده دلوقتي وهنا الoverwrite previous upscale ان انت بتعمل overwrite على الupscale اللي قبله هنا برضو مش هفعله وحبتزي بقى اشوف ازاي بقى نشتغل على هذا الموقع هنا حبتزي ان انا روح الupscale انا عملت patch upscale اقول لك this will let you upscale كل الفايلز في folder واحد at once هو folder واحد اي upscale image او اي image عملت لها upscale او حستنت الجودة بتاعتها او حستنت الدقة بتاعتها بتروح لي in one folder at once مرة واحدة هنا ممكن اخليها وممكن يتفعلها او ما تفعلها ايش جي حاجة راجعيلك اول خطوة حسلكت الimage هنا حاول اختار image quality بتاعتها مش عالية وحاول ان انا اعمل لها upscale هاختار الصورة دي الصورة دي quality بتاعتها مش حلوة خالص يعني احسن انها blur كده فهبتزي انك كان عليها غيامة كده فانا هحاول احسن الصورة دي فعشان ازود الجودة بتاعتها او احسنها اول حاجة select model هو real اصلا real photo طبعا انت لو عندك digital art لو نوع الصورة digital art بتختار digital art على حسب النوع نفسه او الموديل نفسه انا هنا هختار ال real الاولانية وهنا ال double upscale انا هشيل الصح من على ال double upscale بديعمل upscale لحد 16x فانا خدت مني حوالي ساعة ونص مثلا عشان الصورة يتعمل لها upscale او ساعتين ال 16x طبعا نتيجة رائعة يعني انت لو عندك وقت والناس اللي عندها صور شخصية مش جيدة وعايزة تحطها على cv والكلام ده كله انصحك استخدم ال option ده بياخد وقت لكن النتيجة بتاعته بتكون رائعة جدا الاستبت الثالثة ان انا احدد الفولدر بتاعي اللي انا عايزة احط بقى فيه هنا هبتدي ان انا اختار الفولدر اللي انا هبتدي احط في الصورة اللي هتطلع وبعد كده هبتدي اقول له upscale هنا بقى هنشوف الموضوع هياخد وقت قد ايه وهياخد وقت يعني او مش وقت زي ما تفعل اللي هي double upscale ولكن برضو هياخد وقت لحد ما يحسن جودة الصورة ولاحظ ان التطبيق ده هيكون مجاني عندك على الجهاز وهيكون استخدامه في اي وقت زي ما انت عايز في انترنت مفيش انترنت بتقدر تستخدمه ده هيكون ممتاز جدا الحلو كمان ان شاء الله باذن الله اول ما الكلاود يكون متاح وبيقول coming soon احاول ان انا يعني اقول لكم او انا ببهكم للموضوع ده عشان اللي حابب ان هو يستخدم upscale cloud مش محتاج بقى موضوع الامكانيات بتاعت الهارد والجهاز والكلام ده والجي بيو اعتقد انها مش هتكون الموضوع هنا مش هيحتاجه هنا زي ما احنا شايفين ايه دي الصورة اهيه بصوا الصورة بصوا الفرق صورة بلير خالص بصوا الصورة ممتازة جدا لو رفت كمان انا فعلت الجزء المتعلق به الستاشر ده انا متأكدة ان النتيجة هتكون هيلة جدا فانت هنا لو عندك صورة بصوا مش باينة خالص ملامحة هنا الصورة الملامح هتكون واضحة بالمنظر ده بينزل فين؟ بينزل فيه او تبوت فولدر فين موجود في الملف اللي هو اللي انا حددته انا حتى سميته ابسكيلي تعالوا شوف حاجة تانية برضو انا هروح اعمل select image تانية هشوف حاجة كده زكاء اصطناعي الناس اللي بتقول فيه صور عندي بتبقى مش حلوة ممكن انك انت تستخدم ابسكيلي علشان تزود جودة الصورة الناس اللي بتستخدم الخطة المجانية اللي هي ما بتقدرش انها تستخدم اعلى جودة للصورة ممكن تستعين بابسكيلي بتدي كده نشوف صورة من الصور صورة زي دي جودتها مش حلوة قوي هجرب بقى معيكو المرة دي ان انا هفعل الدبل ابسكيلي واجه لكم بعد كده بقى نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي ورجعت لكم مرة تانية علشان نشوف النتيجة بعد ما استخدمت الدبل ابسكيلي واللي كانت النتيجة بالجودة اللي انتو شايفينها قدامكو لو عايزين تعرفوا الفرق ده شكل الصورة قبل ما عملها دبل ابسكيلي شكل الصورة بعدها زي ما احنا شايفين تفاصيل واضحة جدا ودقة الصورة عالية جدا وهنا بيقول انه هو عمل ابسكيلي 28720 لجودة تقونوا استفدتوا من فيديو النهاردة وتمنى ان انتو كلكم ان شاء الله تقدرون ان انتو تنزلوه وتستخدموه زي ما قلت لكم اعملوا التشاك الاول من التاسك مانيجر على الجي بيو زي ما اقول لكم في نهاية كل فيديو لو بتشوفونا الاول مرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ما تنسوش اللايك وشير والكومنت لان ده بيدعمنا وبيحفزنا ان احنا نقدم كل ما هو جديد وخصوصا في مجال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته